اشتركوا في القناة اقتصاديا وإعلاميا لتزوير الحقيقة وتجسيد المستوطن الصهيوني بدور الضحية وكما هي العادة واشنطن باعتبارها عرابة الدعم الصهيوني هبت فيها جماعات الضغط ورجال الأعمال لإنقاذ الاحتلال وتحسين صورته كخطوة مضادة للدعم الشعبي المتفاقم للغضية الفلسطينية كما تقول مجلة بوليتوكو الأمريكية في تقرير لها تقرير المجلة الأمريكية يصف حالة جنونية أصابت المنظمات والشركات والحكومات الداعمة للاحتلال وصلت إلى حد خلع قناع الحرية والديمقراطية وتهديد وملاحقة الداعمين لشعب الفلسطيني ضاربة أرض الحائط بشعارات حرية التعبير حالة جنون أدوات الضغط الصهيونية تكشف عن أزمة تعيشها حكومة نيتنياهو وتحاول إخفاءها عن طريق إظهار ثقة زائفة بقوتها وقدرتها على حسم الحرب في غزة بشكل سريع حتى إن وسائل إعلام صهيونية بدأت تبث مقاطع مصورة قديمة لعام مضى لقوات أمريكية تروج أنها جاءت لنصرة جيش الاحتلال وذلك لإهام المستوطنين بأن الأمور تحت السيطرة لكن مماطلة حكومة الاحتلال في الإعلان عن موعد المعركة البرية في غزة تشير إلى إدراك الاحتلال صعوبة المواجهة البرية وعدم حصوله حتى الآن على ضمانات بانخراط عسكري أمريكي كامل فيها المعطيات تشير إلى أن ترتبات المعركة ستطول حتى يضمن الاحتلال وصول القوات الأمريكية وعند هذه النقطة تحديدا يثار تساؤل آخر ماذا سيفعل محور ميليشيات إيران الذي وعد بأنه سينخرط في المعركة إذا تدخل الجيش الأمريكي الوقائع تكشف أن محور إيران سيواصل تدبيج الشعارات ويتوعد الصهاين بموت لم يأتي بعد وعندما يأتي فلن يكون على يد ميليشيات تتفق مع الصهاين بفكرة قتل المدنيين وتهجيرهم اشتركوا في القناة